السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله في هذه اللقاء نتحدث عن انفكتف اندوكارداتيس حكوم معكم طيب 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 في غانون يا جماعة لدي افكتف اندوكارداتيس انتوبar اتواف الاضي ولا توافة افكتف اندوكارداتيس انتوبار اتواف الاضي وهي واحدة من الحاجات تحت تحت دفنشل ديگنوز من فارك ذيبنى غانون الريجن أنا بكون عنده عنده فكتف اندوكارداتيس لانا لا يعرف ما هو الناس من هذه المنتظر في النهايه واحد من الحاجات لا أفروض الابطشى وهذا يوجد تستخفى القادمة فهذا يوجد أي بشكل مباشر تستخدم على سبق ودانه بعد بسبب ثحيث عن تتخفيات الى يوم جهاز في الانه رسك أي في الخاص الى يوم بنتهاج مع فالطورات فعاله ولا أحصل عن او فيه نفسه الضكب نفسك الريس فاقتر المهم الأساسي العميل يتحدث عن تجربة الانهجات هذا هو المفجأة الثوارة الماضية سيساكلة الأسئلة لا تسألوا من طوالي الماضية هذا هو المفجأة الثوارة الماضية نمائك نمائك 50% ويسألوا مثل الدولي الخاص بالنسبة بأيضة عندك الماضي بالنسبة لديك دول الإيسفات التعبير الروماتيك فيرس الروماتيك بالفيديس ويق Bau 30 يتأكل البراستاتيك بالفعل الناس ان تكون ايضا حيث على حال الأطباء لها مقابرة حيث على حال الأطباء الناس ها هي تريكل والبكائل والبكائل والناس عندهم hypertrophic cardiomyopathy كلهم is the risk factor for develop infective endocarditis إبقى previous episode of infective endocarditis this is the strongest بعدها previous normal valve acute rheumatic valve disease sub-acute prosthetic valve والكونيونة الهار disease والناس عندهم hypertrophic cardiomyopathy يلا frequency in the term of the frequency the infective endocarditis is most likely affect the metral valve فهذا مع المترال valve is very miskin شديد معظم ال valve والأدرجان لو كانت infective endocarditis ولا كانت rheumatic fevers ولا كانت كده بحصل فيها ينفل في المترال valve زين زاااورتك valve ثم زاااورتك المترال valve زين زاااورتك المترال valve زين زاااورتك المترال valve يبقى in the term of the frequency الانفكتب endocarditis is the most commonly affect the metral valve بعد يو طوالي the awortic valve بعد يو الاورتك المترال valve بعد يو the tricals valve بعد يو the pulmonary valve if the valve are already abnormal يعني اصلا لو ال valve كان اصلا فيه مشكلة ما بكون هو المترال هو الاكتر واحد then the likelihood of infection is the greater and will be the most likely is the aworting valve يعني لو عندنا من المترال يعني لو عندنا من المترال اصلا عندو مشكلة فيه فالف اكتر فالف يحصل فيه اصلا اكتر فالف يحصل فيه الأورطة لكن لو ما عندو هو المترال طيب لذي الأورت الآن عنده high pressure system بخلي لك أنه فيه more turbulence of the blood and permit aniculation of the valve اللي هو دي سؤال which cardiac lesion is most likely prone to infection in patients who are always known to have a heart disease اللي هو دي سؤال this is the aortic regurgitation طيب نفسي كالكلاسification actually احنا مقسملنه لأكوت and acute infective endocarditis اللي هو tend to occur on normal valve and may present with the acute heart failure plus or minus impolive يعني acute infective endocarditis بحصل on the normal valve and may present with the acute heart failure and acute impolive ويوجوالي البكتيريا بالبيتامية acute infective endocarditis اللي هي عبارة على staph aureus طيب risk factors اللي هما يزول عنده مشكلة في ال skin هو عند skin bridge اللي هو عنده dermatitis أو IV lines أو wound أو كده والناس اللي عندهم renal failure والناس الميونيكمبروميس والناس الدياباتيك دالي يا جماعة عندهم high risk factors to develop acute infective endocarditis وقلنا خاصة بيشنو بي staph aureus المortility بتاعاته ممكن تكون very high يعني شوفوا الرانج بتاعاته من 5% to 50% related to the age anabolic event النوع الثاني اللي هو endocarditis بحصل في abnormal valve أصلا وده يوجوه اللي بكون sub acute course أوكي يعني endocarditis بتحصل في sub acute course risk factors اللي هو aortic or matril valve الناس اللي بكون عندهم aortic or matril matril valve disease الناس اللي عندهم tricose valve in IV drug abusers الناس اللي عندهم cavertication of aorta الناس اللي عندهم beta-inductus arteriosus الناس اللي عندهم VSD والناس اللي عندهم prostatic valves اللي بيخشوا في sub acute course يبقى لو عندك patient عنده endocarditis في sub acute ده بحصل في الناس الاورتic or matril valve الناس اللي عندهم tricose valve والناس اللي عندهم cavertication of the aorta الناس اللي عندهم beta-inductus arteriosus الناس اللي عندهم VSD والناس اللي عندهم prostatic valves أوكي اللي بيكونوا sub acute ال endocarditis endocarditis and prostatic valves ممكن يكون early نحن نقسمينها as early or late infective endocarditis طيب نمسيكا causes of infective endocarditis القوز ممكن يكون bacteria اللي هو يكون patient عنده bacteremia وده all the time اللي هو نحن طبعا when we chew من نقوم بنمضو not just during the density or medical interventions which is why routine prophylaxis for such procedures do not make sense اوكي ف يعني نحن we always have a bacteria in our blood اوكي طيب الحاجة الثانية اللي هو قلنا من البكتيريا اكتر واحدة اللي هو streptococcus viridens هي the communist بتحصل sub-acute followed by staph aureus followed by strept povies ال strept povies دي لو جاب لك في ال questions ال patient ده يعنده colorectal carcinoma يعنده tumor فمرات يقول لك next step او يقول لك patient اصلا نون colorectal carcinoma جاوة infective endocarditis or most likely micro-organism هو strept povies الانتيريو cocae والcoccyella printi دي كلها ممكن تكون بكتيريا لكن اكتر بكتيريا بتعملك infective endocarditis is the strept viridens في الرير لي اللي هو الحاسي group gram negative group اللي هو hemophilus actinopacillus cardiopacterium echinella kingella دي اسمها الحاسي group بعد دفت ديفترويد والكلاميريا ديل بنسميهم culture negative infective endocarditis طيب ممكن يحصل بفنغاي يعني ممكن يكون بكتيريا تكلمنا على بكتيريا بعد ده ممكن يكون بفنغاي زي الكانديدا زي الاسبرجلوس زي الهيستو بلازما وده دايما بيكون يالباتيين عنده IV drug abusers يالباتيين بيكون immunocompromised يعني very severe immunocompromised باتيين او زال يكون عنده prostatic valve وده طبعا الاندكيشن بتاع surgery هنعرفه بعرف بعدين لو كان عندك لو البيتشن تصبكت انه موضوع دي is fungal effective endocarditis إلا تشيلة يعني ما في حل تاني ما فيه antifungals يجب تلك الملك اللي تبدل الصمام وده عنده high mortality and need surgical malignments زي ما قلت لكم طيب فيه others اللي هو عندك SLE اللي هو بسموها lipman sac endocarditis وال malignancy بسموها بسموها malinic endocarditis طيب الكيس بسموها اللي هو stripped viridines هي المصط كورة بتكوننا ضعيد 50% of the patient the most common organism بعمل sub-acute bacterial endocarditis is stripped viridines يمكن stripped viridines هي the most common organism بعمل sub-acute bacterial endocarditis بكوز البردينس ستريتوكوكال او البردينس يعني لو انت كان عندك جيد من موينيسيسيم وعندك جيد من فالث فالستريتوكوكال ستريتوكوكال هي بتجي بيصف اكيوز بكتيري اندوكارتاتيسي يعني بتجي بيصف اكيوز انا فطبعا نحن عندنا يعني عندنا the two most Notable Viridin Streptococcal هو Streptococcal Metis والStreptococcal Sanguous فالSanguous والميتس جلال الاثنين هم عبارة عن Streptococcal طيب زي are post commonly found in the mouse خاصة مع Dental Plague So الEndocarditis Caused by this micro-organism بتحصل في الناس عندهم Poor Dental Hygiene or following Dental Prophylaxis Procedures لكن ال Prophylaxis يا جماعة should not be used in very simple mouse washing teeth polishing ولا كده طيب البعديه الطوالي عندنا الStreptoccal Epidermis والStreptoccal Epidermis بتحصل مع ال Prostetic Vulve خاصة في الفيرس 2 months الStreptoccal Aureus بتحصل Acute Presentation مع الناس عندهم IV Drug Abusers والStreptoccal Aureus والStreptoccal Aureus جلاتوكيس الجلاتوكيس الجلاتوكيس ديه جماعة هي عبارة عن Subtypes of Streptoccal Povies الباكترويد برضو common organism مع الباور الريسيبشن لكن الStreptoccal Povies هو الموس common أكثر من الباكترويد باكترويد 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 الموس وطول كان إنتيباتيك الباكترويد أو Coxiella Cue Fever تكون دائماً مما الناس الباكترو فالناوصل فأقول كون الناس الهيسد غروفزين هو عبارة عن نورمال فلورا فاويني الأفرسبارتري طرق اللي وجيه كونستيوتوين 5% لديه الدكاردات ويجب ان يكون فيها يعني لما نجي نزريع لازم نخدها في و يجب ان تكون فيه الريش ميديا و يكون فيه الكاربون زيوصيد و هذا هو ممكن و هذا هو مرحب الوقت لفضيلة الدكتور و هذا يسأل بناء الأسئلة كثيرا خاصة في الإمارات و هذا يحدث في الكتب في المدينة فالهيومان بايت انجيري بتحصل بقرام نغتيف اللي هو واحده يسمع اكينيلا كوردياس فالكينيلا كوردياس هي الموسط كومون كورديف ارغانيز لهيومان بايت طبعا هنا بيتحتاج سيد جنريشان سيفالسفورين اللي هو السيفترايكسون is effective against ground negative roots انكلوز ذات الحسيق ارغانيزم طيب فالوين بروستاتيك فالسيرجيري الاسطاف ايب ديربس هي الموسط كومون مايكرو ارغانيزم لانا بيحصل 3 operative contaminations زي ما اقولتلكم يعني في لو جابوا لك سؤال بتاعنوا عيان عند فروستاتيك فالف عملوليو فروستاتيك فالف في لازل 2 months خشة في effective endocarditis الموسط كومون هيري سطاف ايب سطاف ايب هي الموسط كومون بحصل 3 operative contamination افتر 2 months زي spectrum of the organism which cause endocarditis return to normal except with a slightly increase in staph aureus infection اوكي لو افتر 2 months بيرجح تاريزي وزي اي infections عالية بي staph aureus طيب نمسك الساينز بتاحت ويندو كارضاجيش عندك اول واحد السبتيك سان السبتيك سان لي هي fever riger night sweat malaise weight loss anemia spireneumagary and clubbing ذي يقول لك السبتيك سان fever riger night sweat malaise weight loss anemia المهم حصل في الميرمر القديم او ظهر لي ميرمر جديد البيجيتيشن اللي هو دي مصطلح اللي هدي حنشوفه بعيد شوية في الايكو البيجيتيشن دي اللي هو بكون فيها المايكروورجانزم وفيها النيتروفيلس وفيها الدايبرس كلهم مع بعض يتكون قاعدة inside the valve فممكن تعمل لك valvular destruction and severe regurgitation او ممكن تعمل لك valvular obstructions عديد اوكي ممكن يحصل aortic root abscess ودي بتعمل prolong لل PR intervals and need to complete every block ودي ورد واحدة من الحيث اللي بيسألوا فيه questions a lot of questions here بيقول لك انه فيه patient اللي كان عنده aortic valve problem وقاوحة صليه effective endocarditis الحاجات المفروضة نعمل له واحدة من الحاجات المفروضة نعمل له دي لي ECG and check for prolonged PR intervals اوكي لو خشي الpatients في hard block لازم تعمل له valve replace اوكي ممكن الpatients صدر اللي يخش لك بصين بتاعة left ventricular ويحصل لك هي the cause of death طيب عندها immunological complex deposition اللي هو يحصل vasculitis ودي كان an effect any vasils فيعافيهم الكدني فممكن يحصل لك macroscopic hematuria اللي هو is common والpatient بيديك بيقول لما he nephritis and acute kidney injury may occur وممكن يحصل لك حاجة يسمى ross spots وديها جماعة واحدة من الحاجات ال very important even في ال basis exam ولا في ال MD second part exams وكدا لو جاب لك case وانت suspect an effective endocarditis فواحدة الinvestigation لان انت تقول له i want to do a urine general to see the macroscopic hematuria I want to examine the fundi يعني you must examine the fundus of the patient لانه بيحصل فيعرتين الhemorrhage بيكون port shape اسمه ross spots and this is واحد من المنفستations تحت ال infective endocarditis بيحصل له splinter hemorrhage and oslar knots والاصلر نوز طبعا is painful ويجوري بيكون في الفينجرز والتوز عكسه طوارف حاجة يسمى January lesions دي بتكون في البالم ممكن برضو تكون في السويل تهد لكن بتكون painless طيب فدي ال ross spots this is a ross spots ودي ال oslar knots بتكون في الفينجرتيب وبتكون في الليج تهد وهي طبعا الضارف من الباسكلات فممكن احصل لك embolic phenomena والembolic phenomena والembolic phenomena دي embolive may cause abscess irrelevant organs يعني ممكن يجيك embolive في البرين embolive في الهارب embolive في الكيدنى embolive في السبين في القط كلها ممكن احصل فيها even the skin ففي الاسكن بيبقى عندها حاجة يسمى genuine lesion يعني الامبولاية البتحطة في الاسكن يسمى genuine lesion شايفين is painless ودى الفريق اجماعة بينوا وبين شنو والاوصلر نوتس فالاوصلر نوتس is painful genuine lesion is painless بتكون في البالب وفي الانتر macules هي والاوصلر نوتس is a pulsing pneumonic for infected endocarditis ايه اللي قيتم الاثنين خلاص your diagnosis is infective endocarditis فهذا is a genuine lesion شايفينها طيب and this is a osler nuts قلنا في البالب دى بتكون في التب بتحت الفنجرس ودى بتكون في البالب طيب الdiagnosis بنستخدم حاجة يسمى modify deox criteria طيب deox criteria دى شنو يا جماعة ديو criteria دى فيها pathological criteria فيها major وفيها minor طيب ال pathological criteria دى لازم يكون عندك positive histology والاوصلر ودى very invasive عشان كده الناس ما قاعد تتكلم بها خلاص طبعا لو قمت انت شلت بايوبس من الهارب اول patient بعد ما تضاي بيجيت ان عندك histological أو calcium بايوبس من الهارب طيب 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 نبعد نتكلم عن الماينر الماينر كراتيريا الماينر كراتيريا أصنع عنده پریدستاذ دهارد او هو IV دراج عنده فوفر أكتر من 3.8 عنده إمنيولوجي فينامين أو باسكوري فينامين أو مايكروبيولوجي إبداعي لكنت فتد الماينر كراتير طيب ابقال الاية ديغنوز إذا فاصلدية الكراتاتية أو 2 الماينر كراتير أو 1 واحد ماجر و 3 مائنر أو 5 مائنر طبعا يدعى صورة الكراتيريا خلاص يبهانا من الموضوعه ده أو 6 مائنر أو 5 مائنر أو 3 مائنر أو 5 مائنر اوكي الاساسية الكراتيريا استولايليا مكروبيوليجي اللي هو ده الاساسية الجيميمية طبعا هذا موضوع ده أو كارديك سيرجيري يعني انتم قمت عيل عيان ده سيرجيري وتشيله منه اما من الفالس تشو اما من البيجيتاشنز او من الامبوليك فراغمينت يعني لو حصلوا امبولاي في حتة ممكن تشير منها بايورس تشوف فيها ها هستوليجيكال او مايكرو بايوليجيكال او افكتب اندوكارضايتس او او انتراكارديك ابسيس كونتير اوكي الماعدة الكراتيرية اللي هو بسطي فلوت كالشر اللي هو التيبكال او بسطي فلوت كالشر اللي هو مور دان اللي هو سريف اكتر من 12 اوار apart او 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 شنج البوزيوف كالشر فور كوكسيالة بريم تي اي اللي هو طبعا الكوكسيالة لو ما طلعت بوزيوف كالشر ممكن تعملها سيروليجي او ايكو اللي هو اندوكارديم انفولت يعني عندنا يا بلوت كالشر يا ايكو فالاندوكارديم انفولت اللي هو بوزيوف ايكو تلقى في تلقى في ابسيس تلقى في سودو اميوريزم تلقى في سودو ايكو او ابنورمال اكتيبيتي الراون او البرستيرت الكامل يعني اللي هو بي اي تي سكان او سودو اسودو ايكو وتلقى في اه انكريس في الجالاكوز ابتك الراون ذا بروستيتيك والدو دي معناه تلقى انه يعني الاري يفي اكتيف انفكشنس ودا ازا اندوكارديم انفولت او تلقى فيه برافي برافالpletacciان والكارديك سيتي يعني حوالينا السيتي كده بالجنبات تلقى فيه برا بالفورر ليجينس اوكي طيب الماينر كراتيريا اللي هو عندك بري ديسبولد الفيش اللي عنده كارديك ليجينس اي بي درق بيوزرز فيفر مور دان سيرتي ايت باسكورر اني ميونولوجيكال ساين بوضطيب بلوت كالشل ذات دونت ميد دميجر كراتيريا بوضطيب ايكو دونت ميد دميجر كراتيريا اوكي فدي كلها ما خاشه في الماينر ملاحظين انه الفاسكوري و الاميولوجيكال اللهم دين بتاعين الحاجات يعني التاعين اللهم الروسي بوضط و دين كلهم والجنب وليشان دي كلها في الماينر الكراتيريا اوكي طيب الدياغنوزيه طبعا نحنا نحنا نحن نحتاج نطبع بلوت كالشل اوكي احوز ايكوز ميكرو عرقز سيتي بالتبكى الموضوع دفيكول فنعمه سري ست بشيلا من ثلاثة حيثة يعني مثلا الright cubital والleft cubital ويشيل من أفمورة المهم بشيلا من أفمورة خلق ق尾 الدائم في الأنواة يحنى بشيلا من الأنواة الزائد حيث يكون ذهبت لدينا نظرا لعنوا حبت فاما نظرا لعنوا حبت نظرا انيما نظرا تأثق نظرا لعنوا حبت فانيما وده طبعا برضو ديو عن إمينولوجيك الفينامينا يعني يكون فالس بوطيف اوكي أيضا تكاليورية والليكترولايت الماغنيزيوم والليفر تعمل يورين أناليسيز قلنا فى الماكروسكوبيك هماتيوريا ومحتاج كيس اكس سري ممكن ترغفها كارديوميقالي ومحتاج رجولة ممكن تعمل دايلي تبحث عن الهارد بلوك وبرولوند في ار طبعا الاكو هى استاندر واحسن اكو اللى هي ترانسوراسيك اكو تجفل فيجيتيشن هي طبعا ما احسن احسن الترانسوراسيك اكو بتشوف لك لو كان انت عندك اكتر الديجيتيشن ده كان اكتر من 2 مليميتر يعني الديجيتيشن يكون كبير شديد حتى تشوفوا لك الترانسوراسيك الترانسوراسيك بيشوف الديجيتيشن لو كان اكتر من 2 مليميتر اما الترانسوراسيك بيشوف الديجيتيشن لو كان اكتر من 2 مليميتر اما الترانسوسو في قيل بيشوف لك الليجيشن لك الليجيشن بيعمل لك وبيعمل لك فيجوليزيشن لك الليجيشن وخاصة لو كانت فاشن عنده عورتكروت أبسيس ولا كده طيب ايضا بتحتاج CT to look for emboli اللي هو لسبلين وللبرين وللا اي حاجة تعني طيب نبدأ الانتباتيك سربي for infective endocarditis جدي ممكن يكون عندك blind therapy خاصة لو كان عندك nativ valve يعني عندك نايف valve valve ما حصل فيه اي involvement لأي حاجة وبالكده تبدأ الميع على إت لا يبعل أموكسسولين أو Dos Gentamycin اذا كان يarbeiten بعضهم من الالرجي او مارسة او سيفير سفسي اذا كان يحط فيقول عن عن groups او طيب اموكسسولين وطيب او طيب اتنى اذا كان هناك بعض المناطق بل Sans او طيب او طيب اموكسسولين وطيب او طيب او طيب او طيب اتنى إذا استعطيت بضع أوقوا الإستعاف أوريوس نعطيب فوالف يتدعو فلوكسسلين لو عملت كل شيء طلعت تضيوف لوقسسلين لو البيشن عنده مشكلة بتاعتين سلين الأليرجيك أو مارسة تضيوف أنكومايسين بلس ريفامبسين لو كان البيشن عنده بريستاتيك فالف لكن كوز باستاف أوريس تضيوف لوقسسلين ريفامبسين جماعة الان ما فيه انطريقة غير تحفظه فالبروستاتيك فالفالف كوز باستاف ヒلكسسلي الرفائب gorgeous gentamicines إذا誰 ن trial أو three الطيب حسنا thể Conference endocarditis caused by less sensitive streptome, benzyl, penicillin, and low dose gentamicin, patient allergic to penicillin vancomycin plus low dose janta mycins فالmost useful laboratory test used to monitor treatment effectiveness in patient with effective endocarditis CRB فالC-Reactive Protein ناخد baseline وبعد ذا في كل مرة نبدأ ناخد فيه ونشوف النقصان بتاعه كيف CRB estimation for effective endocarditis the links of the treatment اللي هو عندنا 6 weeks IV therapy generally accept the links of the treatment okay surgery indication of surgery بيسألوا بنا قوالي لو الpatient عنده severe valvular incompetence severe valvular incompetence لو الpatient عنده aortic abscess وده قلنا منعرفه كيف by prolongation of PR interval infection resistant to the antibiotic أو كان fungal infection زي ما قبل قلت لكم heart failure refractory to standard medical therapy the current employee after antibiotic therapy organized difficult to eradicate by medical therapy يعني مثلا فنغاي فروسيلا coxiella pseudomonas argionosa vancomyc resistory cocaea ما اخترقي غير انه تعمل لها إشنو surgery persistent bacteremia persistent bacteremia despite of appropriate antibiotic therapy extension of the infection to the extravascular to the extravascular to the extravascular sites and every prostatic valve endocarditis which is less than two months ده قولنا بيكون stop ep بتكون contamination من السيرجري deheescence أو structure of the prosthetic valve يعني زحى من حتته يائد قفل طيب فالinfective endocarditis related to the cardiac device يعني أنا مثلا عيان ركبت له pacemakers ولا ركبت له ICD ولا ركبت له أي حاجة فاليوريبان society of cardiology recommend urgent extraction of the implanted device followed by prolonged antibiotic therapy for patients with cardiac device related to infective endocarditis يعني عنده patient امنت له أي prosthetic valve أي procedures ICD pacemaker أي حاجة وقعب حصل له infection ناسا الیوريبان society of cardiology قال تشيله وتديو prolonged antibiotic فالprolong antibiotic is advice an advice to remove it's recommended يعني percutaneous extraction is recommended يعني بس تسحبه in the most patient with cardiac device even لو كان عنده لات digitation after device extraction reassess the need for re-implantation is recommend يعني شوف انه تديو ولا لا routine antibiotic prophylaxis is recommend before device implantation يعني ودار تعمل implantation لأي device وانت عندك هاي رسك ممكن حسن لك فيه infections وكدا ممكن تديو antibiotic prophylaxis اكتر واحد طيب في candida endocarditis اللي هو caused by candida infection ودي it's not common لكن common في الناس immuno deficiency والناس IV drug abuser والناس اللي عندهم endowaling catheter بياخدوا 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 مثربة ولا في ICU ولا في whatever فدائه اللي بيكون عنده هما الاورتك فالف هو اكتر واحد يعني الاورتك فالف هو اكتر واحد بحصل فيه انفوت بي كانديدا ودير الحل بتاعهم يعني تديه انتفنغل انفوترسين بي ما في انتباياتيكس هنا بعد ما تشيل تبدل الصمام طبعاً لانه هو واكتر فالف يحصل فيه هو الاورتك فالف طيب في البور بروغنوزيج فاكتر طبعاً يا جماعة لو لقيته يستعف اذن نعمل الموضوع ده لانه دي بتحصل اكتر لو كان بروستاتيك فالف خاصة الارلي او اقوائر دوري سيرجري لو كان كالشير نغاتيه اندوكارضايتيس لانه will not be بالنورمال انتباياتيكس لو البيتشين عنده له كمبلنمين سيستيم ما نتحاصل له كونسيوم خاصة كمبلنم 3 او 4 وانفكشن الى اورتك او 5 او 5 او 6 او 6 او 6 او 7 او 8 او 8 او 9 طبعا الاسطاف هي اكتر واحدة فيها مورتلتي اللي هو 30% بعدها الباول أورغنيس 15% والستريف 5% يبقى اقعب ميكرو أورغنيس هو الاسطاف عشان كده نخطوط هنا ده في البروناسيس فاكتر سوى الواحد استافة والاسيكشن طيب البروفلاكسي النايس ركومندا فالوين بروفلاكسي لا تريد يعني نحتاج البروفلاكسي وهذه المؤسسة يعني زمان كان اي زول عند اي دنتال بروسيدور اي زول عنده يوريجينة السيرجري بروسيدور كده بقوم يدو انتباتيك لبقى الانفكتف اندوكارباتيس لكين ناو بقى ما في رول للانفكتف اندوكارباتيس فأي زول عند اي دنتال بروسيدور جست عمي الاكتراكشن للتيس بتاعه يمشي ما في مترندازول ما في فلاجيل ما في اموكسسلين ايه عنده ايه ذاشة عنده ايه الجانت يورينري خاصة ينقلود اليورو10 جينيكولوجيكال الأبستريك بروسيدور أنتشاكينو ممكن تطبي لعون يعني لو كان عليه والايفكتراني الت . او الوون التي يقوم بتطبيع عشان ما يشغل فيه انفكتشن للوون لكن البروفلاكسي الانفكتف اندوكارباتيس اي زول عنده ويوجد أفران رسپاراتري الترك مثلا نزول ear, nose, cirrhosis procedures broncoscopy دي كلها ما بحتاج انه يدعم انه يدعم له شنو infected endocarditis prophylaxis ال prophylaxis recommend only في الناس عندهم high risk و of adverse outcomes on development endocarditis مثلا نزول عنده prostatic valve او عنده prostatic material use for cardiac valve repair patient قبل كده حصل له previous endocarditis وان repair cyanotic congenital heart disease اللي هو خاصة اولا تعمله مثلا palliative shunt ولا conduct طيب الناس اللي عندهم completely repair of congenital heart disease defect لكن عملنا له بprostatic valve أو بprostatic device whether the place by surgery or by cassiter's intervention خاصة فيه during the first six months after the procedure repair congenital heart disease with the residual defect اللي هو مثلا ال patient عنده persistent leak or abnormal flow as the site or adjacent to the site of the prosthetic patch أو prosthetic device which inhibit the endoculation طيب والقاس اللي عندهم cardiac transplantation recipients who develop cardiac valve abnormalities طيب فيه حاجة يقولنا يسمى non-bacterial for rheumatic endocarditis أو بنسميها l-marenetic endocarditis وده يجوال بتحصل مع الناس اللي عندهم hypercoagulality خاصة الناس اللي يكون عنده malignancies وكده فبيحصل لها فبيحصل لها يعني هو prone to be embolization اللي هو جس from the non-infective endocarditis can be seen in person who is very depleted أو ال patient عنده hypercoagulality state فبيحصل deposition of fibrin on the valve leaflet ويحصل sterile vegetation so mungkin to be embolization نمشي بعد ذلك question 6 weeks ملاحظين 6 weeks يعني ما تم ال 8 weeks يعني ما تم ال 2 months after habit a prosthetic valve develop effective endocarditis what is the most likely causative organism striped viridine staph ebri staph aureus striped bovis one of the hasic group طيب next question 45 years old female due to the undergone dental extraction for for relief of neurological pain addition she have she having an hysterectomy in 4 weeks for fibroid uterus with the veneradia she mentioned to you that she has previously been diagnosis of the heart and he wants to know if this will affect her operation in regarding to her vulvular heart disease and associated risk what is the most appropriate thing to advise her she should have antibiotic prophylaxis at the time of the hysterectomy only she should have antibiotic prophylaxis for post procedures she is not at risk of effective endocarditis should not be worried she is at theoretical risk of the effective endocarditis but antibiotic prophylaxis is no longer advice routine for the hysterectomy procedures she should offer a chlorophylaxis as a prophylaxis when undergo dental extraction question 3 this is a 45 years old man diagnosed with endocarditis of the aortic valve should be treated with IV in side penicillin gentamicin what is the most important ECG change to monitor for left ventricular hypertrophy by voltage criteria reflex tachycardia ST depression prolonged QT interval prolonged PR interval type question 4 this is the 58 years old man admitted to the cardiology ward after present with fever, malaise, and new murmur her echo has been shown vegetation in the aortic valve plot culture report on who is triptococcus sanjuice is isolated what is the most appropriate follow-up given for the plot culture colonoscopy colonoscopy HIV test dental review high resolution CT of the test and complement lipid طلعت sign duals ok which one of the following features is a part of modified U criteria used for diagnosis with infective endocarditis which is the following feature is not part of modified U criteria used for diagnosis with infective endocarditis fever fever more than 38 positive molecular assay for specific gene target endowin center rectus IV drug use and J-way lesion type this is a 57 years old man who had a prosthetic metral valve replacement 7 years ago present with fever urgent echo show features consist with the endocarditis what is the most suitable antibiotic therapy until the plot culture has been known IV-SF-dryxonzyte benzyl-bencylin IV-bancomycin IV-B-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-banc-b has temperature 38.8 what is the most suitable antibiotic therapy until blood culture results are not IV amoxicillin gentamicin IV benzyl benzyl gentamicin IV vancomycin gentamicin IV vancomycin plus benzyl 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 IV ceftriaxone plus benzyl 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 5 next question this is 62 years old female no one have sigmoid adenocarcinoma admit to the hospital with shortness of breath and pyrexia on examination a mermel of the heart and echo reverse vegetation in the aortic valve which one of the following organisms is the most characteristic associated cause of infective endocarditis in patients with colorectal cancer a coli anterior caucas fecalis salmonella campyllo factor and streptococcus fobis type next question this is a 62 years old female with history of metroid regurgitation attend her dentist who is the intent to perform dental polishing she is not penicillin allergy with the prophylaxis against infective endocarditis should be given what is the most appropriate prophylaxis against infective endocarditis should be given that they are oral loxacycline oral erystromicine no antibiotic prophylaxis need oral of loxacycline oral clindamycin here is the 8 months after have a prosthetic valve patient developed infective endocarditis what is the most likely causative organism styrid venidine staph aureus staph ebid cofcl printi and that is all thank you